بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهارته هكلمكم على حاجة غريبة جدا موجودة وبشكل غريب قوي قوي اللي احنا بنتحايل على مكال المدير الفني المنتخب الأولومبي اللي هو يتعاقد معانا مرة تانية المشكلة في الجزئية اللي هو يبقى موجود معقاتاني موجود بعد خسارتنا من المغرب بنتيجة كبيرة جدا يا جماعة لو سمحتوا نداء لاتحاد الكورة والمسؤولين عن الرياضة الوزير أشرف صبحي دكتور أشرف أعتقد اللي احنا عندنا مدربين كتير جدا موجودين على الصحة المصرية مدربين مصريين كله بينتمي للوطن وكله بينتمي اللي يبقى موجود يبقى ليه دور مع المنتخبات المصرية أعتقد مكالي المدير الفني المنتخب الأولومبي خلاص الرجل عمل اللي عليه وينوفر الدولارات اللي موجودة الوقتي اللي هو طالبها وطالب وصلنا لطالب خمسين ألف دولار وكان المنتخب سوريا هيدولو 40 ألف دولار قال لك أنا أقوله بالعشر تناف دولار مش كده يا جماعة مش كده لو سمحتوا احنا ليه ببنعتمدش على المدربين المصريين شوية عندنا كوادر والله ولو ما عندناش كوادر نأمل كوادر احنا بلد مصغيرة اللي احنا نعتمد على مدير فني أجنبي أعتقد كمان الرجل ده لما جيه مسك المنتخب الأولومبي في الأولومبيات في باريس الرجل كان منتظر لعب أو اتنين أو تلاتة من الأهل أو من زمالك ياريته بص على المركز اللي هو عاوزها هو عاوز يشيل المسئولية من عليه إذا هو خسر وده اللي قاله ده اللي قاله بعد ما طلق من خسر المقرب قال لك أنا الأهل ما تدنيش اللعب اللي أنا عاوزها والزمالك طلبت فلانه وما خدتوش كلام كلها يا جماعة مش منطقي يعني الرجل بيعتمد كان معتمد على هيكل الأساسي للمنتخب الأولومبي كان معتمد على اللعب أو اتنين اللواء كان عاوز إمام عشور من الأهل وطلبه لنادي الأهل اللي اعتذر لكن عاوز مش عارف مين ويعتذر كلام ده ما يعقلش يا معالي الوزير لو سمح لو سمح عندنا كوادر كويسة والله ناس مسجد قمدية وعمل نتائج كويسة مع الفرق وفي مدربين مساعدين موجودين كويسين جدا وعندهم الخبرات سوى المحلية واشتغلوا كمان مع المنتخبات قبل كده احنا بنتكلم في خمسين ألف دولار نضرب في خمسين رقم كبير جدا جدا يعني مش هقولك نوفر العملة وما نوفر لأ بس احنا بقولك احنا المصريين أولا ايه المشكلة ما نبني أجيال سوى لعيب القورة ونبني أجيال في التدريب ونبني أجيال في حاجات كتير جدا ليه ليه احنا بنعتمد ما زلنا بنعتمد على الناس تيجي من بره ويا ريتهم بيفيدونا بحاجة ويا ريت بيدوروا القورة بيفيدونا مفيش مدرب أجنب الغاتل وقت جنة اللي إذا هو بيبص على اللي هو ياخد كام ويمشي احنا ما جبناش مدربين جمدين زل اللي بيجوا في الخليج بيدفعوا أرقام عالية بس مقابل اللي احنا بناخد منه شغل كل اللي بيجي من خلال اللي بيجي إن هنا مصر كل احتياجاته كله عايزة عايزة كويسة يقعد في قتل جامد قوي وياخد وعرباته وديه تجيبه أنا ما شفتش يعني قليل أنا لقبت في النادي الأهلي وفترة طويلة ومع منتخب مصر كل اللي نجحوا معانا وخاصة مع المنتخب مدربين مصرية يعني أنا اتمردت مع الكابتل محمود سعد وصلنا إلى المبات برشلونة مردت مع الكابتل محمود الجهري فترة طويلة غير الأجيال اللي هو اتمر معه عملت صرح ليه نجيب المدرب الأجنبي ليه ما يبقاش احنا عندنا عقدة كل اللي ما يدخل على سوشال ميديا لا ايه احنا بنتفاوض مع ميكالي بس اللي يعني يرضى عننا ويبقى موجود وعمل ايه ايه اللي طور في الكرة المصرية ايه النتاجة احنا حسبنا من المنتخب المغرب نتيجة المفروض يقال فيها اقالت مدير فني لكن نجيبه تاني وبرضه هو الجهاز هو واللي مش كده يا جماعة لو سمحت لو سمحت والله يا جماعة اللي بتكلم علشان فيها حاجات بتبقى الواحد بالكلفة وما بتحرق الدم ارجو للوزير الدكتور اشرف صبحي يبقى فيه منقشة تاني في حتة مين يمسك المنتخب مصر الاولمبي واتمنى في المنتخبات التانية برضو ادوروا شوية يا جماعة ملاقيش تتنين تلاتة اربع مداربين هما اللي بيدوروا حوالي المنتخبات ارجو بصوا على المداربين اللي بتشتغل في الاندية سوفكتو على النشئين في اهل بزمالك فيه دور كبير قوي ارجو ريكوني رسالة دي وصلت للمسؤولين عن الرياضة مش عن القرى بس هشوفكو على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر